أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي أنتو فاكرين أنتو ممكن تكسابوا سانداونز؟ سانداونز ده فريق كبير أول هل ممكن تكسابوا سانداونز 5 أو 6 صفر؟ حتى لو كسبتوا سانداونز 5 أو 6 صفر؟ مش هيجي في نادي الأهلي جوان؟ ده فريق سانداونز ده فرق صعبة جداً فرقة من أهم وأصعب الفرقة في أفريقيا طبعاً الكلام ده حضراتكم بتسمعوه بقالكو يومين وحتسمعوه لغاية يوم السبت كلام ده كلام محبط كلام لا أساسة له من الصحة الناس دي ما تعرفش يعني إيه الأهلي الناس اللي ما بتشجعش إن دي الأهلي ما تعرفش يعني إيه أهلي ولكن كل اللي هم عايزينه إيه إن يا جماعة ماتش سانداونز خلاص انتهى مباراة صعبة النادي الأهلي اتغلب فيها خمسة صفر هل يقدر النادي الأهلي يجيب خمس تجوان حتى لو جاب خمس تجوان حتى لو النادي الأهلي جاب خمس تجوان حيخش في جون واتنين وثلاثة مش ده كلام اللي انتو بتسمعوه مش ده كلام اللي الناس بتقوله لكو الناس اللي ما بتشجعش النادي الأهلي بتقوله لحضراتكم حد يقول لي إن هو ما سمعش الكلمتين دول خلال الكام يوم اللي فاتوا ما سمعش الكلمتين دول من ساعة ما رجعت البعثة من جنوب أفريقيا وقعد معهم الكابتن محمود الخطيب وطلع حسام عشور اعتذار رسمي من اللاعبين وكابتن سان عبد الحفيز وكابتن وميستر مارت اللاسارتي طلعوا اعتذار لللاعبين حد يقول لي أن الكلام ده ما سمعوش لغاية دلوقتي خلي بالحضراتكم الكلام ده واسمعوا يعني يا ما شفنا ويا ما حنشوف ويا ما لسه فيه قدامنا كتير قوي 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 طول ما فيه عندنا 11 راجل حيلعبوا وموجودين في الملعب وحياكلوا النجيلة حياكلوا النجيلة بالمعنى الحرفي لكلمة أكل النجيلة ويموتوا نفسهم جوه الملعب احنا ما بنيقاس الأهلوية ما بيقاسوش الأهلوية ما بيتعبوش الأهلوية لغاية الدقيقة 95 حيلعبوا عندنا 11 راجل حيبقوا موجودين في الملعب خلاص مباراة وانتهت 5-0 مباراة كان فيها النادي الأهلي دي أوف في أسوأ كل اللعيبة كانوا في أسوأ أيامهم خلاص انتهت مش هتحصل تاني صعب إن هي تتكرر تاني صعب إن هي تتكرر تاني طول ما عندك 11 لعيب موجودين في الملعب و7 قاعدين برا يقدروا يأكلوا النجيلة وعندهم إصرار وعزيمة المكسب حنفضل نلعب وحنفضل نشجحهم لغاية الدقيقة 95 أو 96 لغاية آخر دقيقة لغاية لما الحكم يصفر صفارة النهاية ترجمة نانسي قنقر